الأول كابتر رضا برحب بيك حبيبي يا إسلام ازاي كل صام طيب ده عشان عيد ميلاد ميسي النهار ربنا أدوله الصحة ويخليه لينا ويخليه للعالم كله للمطعم للمطعم اه طبعا يعني بشوفك ان انت دايما يعني حتى حراتك دايما تقولي ودايما وانا يعني اكون مع كابتر رضا عبد العالم مثلا في بيته ويلاقي مثلا برشلونة بيلعب وميسي موجود ما بيحسش ان فيه حوالي ناس خالص بيركز مع الناطش ونقعد نندهله نكلمه حتى أولاده يندهوله يكلموه ما فيش خالص هو مركز مع برشلونة ومركز مع ميسي طبعا ميسي لو مش موجود مش هتفرج بس أول لما بيجي الأكل بتركز مع لا 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 خالص الأكل بعد ميسي انت رو ميسي موجود كل حاجة تتأقر وتتأجل لغاية الماتش يخلص ليه بقى؟ لأن الراجل بيعمل حاجات في الكرة ما حد بيعملها اللي هو بعد مرادونا طبعا بعد مرادونا كده أنا أحبك لأن أنا بل أشوف ان مرادونا ده يعني مرادونا ما ينفعش ان احنا نقرنه بأي حاجة لا لا هم ده ابنه يعني ميسي ابن مرادونا بس الأصل مرادونا بالظبط مرادونا يفرق عن ميسي ان كان بيتلاعب عليه من الحداشر مان يعني الخطة بتاعة أي مدرب الفيروت بتاعه لو ميسي نزل قبل التمنتاشر تبقى انت اللي تقابله ده غير الاتنين اللي بيبقوا معه مان اللي هو نازل أصلا مانتو مانمعه في كل حتة وغير بقى في كل منطقة واحد بيقابله كمان مع الراجل اللي هو ماسكه فكان بيعاني ميسي لما اتلاعب عليه مان ساعة البطولة اللي هي الأوروبية لما مورينيو كان ماسك الانتر ما عملش حاجة لأن اتلاعب عليه مان فخطورته قلت فده الفرق اللي بين مارادونا وميسي عارف انه هو الهدف التاريخي للدولة الاسباني جايب كم جول جايب حوالي لا ربعمية واربعين هدف ده وفقا لما اعلنوا الاتحاد الدولي النهاردة وهو بيحتفل بعيد ميلاده التلاتة والتلاتين طيب لو انا قلت لحضرتك مثلا ايه الفرق ما بين ميسي ومارادونا وبيليه وكريستيانو رونالد باربعة دول لا التلاتة الاولانين انا ما شفتش بالليه طبعا اوي يعني احنا هنشوفه اه يعني اه من خلال المقشاط التلاتة دولة مهاريين كريستيانو ما جيش فيه يعني ده الوحده اه ليه بقى لان هو مش مهاري بس كريستيانو اللي قدر يعمل اللي هو ربنا مش مديله موهبة زي الناس دي غير في رجله في الشوت وبعد كده هو طور لا ما انا اقول لك هو طور بحطة كمان الهيدرس فهو بدأ يطور من انما هو كلعيب ممتع مش ممتع يعني هو لو تحط ما تقعدش تستمتع بي وهو بيلعب لا ما حسسكش هي كل كرة تيجي يعمل كده يطلع الحاجات دي طبعا اللي هي البدايات في الكرة بس طبعا هو متميز فيها لان هو عارف عشان ينفس ميسي لازم يعمل كده لان هو الموهبة هنا موهبة ربانية وبالفطرة هنا الموهبة اشتغل على نفسه كتير عشان ان هو يبدأ يقرنوا الناس بميسي او بقى اي حد تاني يعني الفترة دي ما كانش لسه